أشهد المواطنون بمحافظة السهاج بما تم إنجازه من مشروعات بقرى ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري مؤكدين أن المشروعات شملت مختلف القطعات تستهدف المبادرة تطوير 181 قرية بسهاج ضمن المرحلة الأولى باستثمارات تتخطى 45 مليار جنيه ومن المنتظر أن تخدم أربعة مليون مواطن يستفدون من 1670 مشروع متنوع بشدة المجالات الحقيقة محافظة سهاج بتشهد بحدث عظيم وهي حياة كريمة والتطورات اللي احنا شفناها وتغيير الشام الجميل في القرى سهاج ولسه احنا مستمرين وننزل نشوف ده في أرض الواقع شهدنا تطور كبير في مجال الصحة وده كان أهم مجال محافظة سهاج كانت تحتاجها الفترة اللي فاتت شفنا طبطين الترع شفنا النهاردة التعليم بالفعل هي حياة كريمة اهتمت بكل جوانب الحياة في كل القرى اللي كانت محتاجة لهذا البرنامج ترجمة نانسي قنقر